لكن هنشوف الناس دي مروا بظروفه أصعب مننا بكتير وعشان كده الكنيسة حية تعالوا نشوف الكليب اللي جاي ونرجع تاني ونتكلم مع ضيوفنا الأحباء موسيقى 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 شوف الناس بس بيه ازاي طبعا وقت التسبيح بيبتدي ومش عاكفين هو يخلص امتا يعني ساعة ساعة ونص مش مشكلة لان جايين يعظموا الملك مش جايين باجندة واحد اتنين تلاتة جايين نعال لي اسم راب جايين نتعبد لله ولما بيشبعوا قلب الله بتلاقي السامة تفتحت بتلاقي ساكيب يعني دي حتة كانت مثلا تارة دقائق او خمس دقائق بس ميوزيك بالوان سترينج اللي كنا بنشوفها في الصورة دي والناس مسبية في الحضور الالهي وبعد كده تشوفي بقى دموع نازلة تشوفي شفا داخلي تشوفي ناس بتتوب تشوفي ناس مسبية في محبة الرب كل واحد كده في العالم بتاعه بينه وبين الرب مش بيبص في الساعة ولا عارف وراء ايه ولا ايه اللي جاي بعد كده دي حاجات احنا مفتقدينها فعلا ودي لزة يعني انا قلب الله لزة قلب الله يعني بعد ما الواحد بيبقى واخد اجازة من الشغل ودفع ما الصريف تسكرة وقتل وقتل لكن من اول اجتماع حضرت افت اتس ورث اتس ورث جاست عشان دواجد في حضور الالهي بهذه القوة وتحت سكيب روح القدس وفي عيلة المسيح من 33 دولة بيحبوا بعضوا فرحانين بربوا مسبيين اتس اميزن 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 يعني انا حبيت الفيديو ده الناس تتفرروا عشان يولد عطش وجوع لحقيقة ايه هو الحضور الالهي وحقيقة ايه هو اشباع قلب الملك وايه هو العبادة والتعبد وايه هو الانسكاب امام الله وايه هو الانتظار امام الله عشان نستختبر ما هو صلواتنا بتطلع زي بخور وبعد كده ده اللي بيحسر احنا مستعجلين جدا البخور دي دايما بتطلع زي البخار بيطلع بيعمل كلاودز بيعمل زي سحاب سحاب اه ولما السحاب يخبط في بعضه تبتدي تنزل المطر احنا بنصلي ومنستناش ونجري فلما بيكونش تكون السحاب ما بيكونش خبط في بعضه ما بتكونش المطر جاي فمش بنتلزز بالطريقة اللي شوفناها لكن الناس دي ديها قلب انها رايحة زي ما قلت مش عمو دامر مالوش جيست سبيكر مالوش بريزن ورشيب تيم مش محتوط تايتل مش محتوط سيليبرتي مش محتوط ناس مشهورة برغم ان كان في ناس يعني معروفة جدا جدا لك لورين كننجهام كان هناك الفاوندر بتاع يوثو دا مشن لكن اسمه مش محتوط لفبرنامج ولا هي تكلم امتى وغير وغير وشاك بيرس كان هناك بيل جونسون هناك وناس تاني كتير معروفة لكن رايحة تشارك العيلة للشينيس في الحضور الالهي and to be in unity and love لكن ربنا قدي كان بيشفي قلوب الاباء وبيشفي قلوب الناس المجروحين من جوه اللي عاشوا متهدين يعني كان فيه لمسة شفاء الهي غير عادية لكل الالاف اللي موجودة دي one to one that's why تشوف الناس ازاي مسبية وزاي ناس بتبكي وناس ازاي حسب محبة المسيح وزاي يعني قوي بصراحة unbelievable